رسميا هاتف الريلمي 11 متوفر في الأسواق الجزائرية فإذا حابت تشري الهاتف رح نخالي لك بعض روابط المحلات في وصف الفيديو لكن قبل ما تروح تشريه تابع الفيديو باش تعرف مواصفتها الكاملة في سعرها الحالي وهنا نصحك به أم في أفضل منه سلام القوة مرحبا بكم معكم السعيد إن شاء الله تكونوا كاملا بخير كالعادة خبطي دعم الفيديو بلايب وإذا كنت أول مرة تشفينا اشترك الآن وفعل الجرس اللي أنا مهم جدا باش الإشعارات توصلك أول بأول وهيا نبدأ على بركة الله نبدأ بالتصميم الرائع والعصري كما أنه لا يختلف كثيرا عن الريلمي 11 برو وبرو بلاس الاختلاف في إيطال الكاميرا حيث يأتي في الجهة اليسرى عكس نسخة البرو والبرو بلاس ظهر الهاتف الفريم مسطح كما أنه خاماته من البلاستيك وزنه 178 جرام أبعاده جيدة وتقدر تتحكم به بيد وحيدة عادي جدا بالنسبة للألوان عندك اللون الذهبي واللون الأسوء عندك الشاشة تتميز بثقب في الجانب الأيسر تأتي من نوع سوبر آموليد مقاس 6.4 إنش بجودة Full HD Plus بعدد بيكسلات 411 بيكسل في الإنش الواحي تدعم معدل تحديد 90 هاتس تدعم سطوع جيد تحت الشمس ألف شمعة كما تدعم طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس شاشة رائعة تديك تجربة سلسة في المهام اليومية وتجربة مشاهدة مميزة فألوانها مشبعة ودقتها عالي جد بالنسبة للصوت فهو مانو مش استيريو صراحة تجربة الصوت لهوادف ريلمي في هذه الفئة السرية مش مثالية للأمان أما من ناحية الأداء فهو نفس الجيل السابق MediaTek Helio G99 دقة تصنية ستة نانو متر مع المعالج رسومي مالي جي سبعة وخمسين منيت معالج أقوى صراحة لكن ما زال هذا المعالج قدم تجربة أداء رائعة جدا في فياتي السرية ورح يديك تجربة استخدام سلسة ممتازة في جميع المهام اليومية مع تجربة لعب محترم أما الخيارات التي توفر به الهاتف عندك 128 أو 150 جيجا دقرات تخزين مع 8 جيجا يعمل بنظام الاندري 13 وواجهة الريلمي UI 4.0 نأتي الآن لمنظمة الكاميرا عندك الرئيسية 108 ميجابيكسل والثانية 2 ميجابيكسل للعزل صور فيديو فل اتش دي 30 إطار عندك عدسة أمامية 16 ميجابيكسل صور فيديو فل اتش دي 30 إطار تجربة العدسة تعتبر جيدة صراحة وأفضل من الجيل السابق فالصور بألوان مشبعة مع تفاصيل محترمة حتى التصوير الليلي يعتبر جيد جدا في أغلب أظروف لكن في حدة مبالغة فيها نوعا ما عندك أيضا جودة الفيديو تعتبر من مقبولة إلى ممتاز رأي الشخصي في الكاميرات محترمة لكن لا ترتقي للكاميرات الممتاز الهاتف مزود ببطارية 5000 ميلي أمبير مرفقة بشاحن 67 وات بطارية كبيرة وقدرة شحن ممتازة مقارنة بسعره للأمانة تعتبر ميزة رائعة في الهاتف باقي العدسات عندك بصمة مدمجة مع زر الطاقة عندك شريحة اتصال وكارة ذكرى خارجي عندك خاصية NFC وعندك مستشعر تقارب حقيقي كما أنه يدعم منفذ السماعات 3.5 مل صراحة الهاتف ممتاز من ناحية المواصفات أما السعر فهو 4.290 مل وهذا السعر المحلات الجائرية يمكن يكون أكثر ويمكن أقل سعر في متجر الشركة في عكسي بريس هو 213 أورو وهو نفس سعر السوق للأمانة مميزة الهاتف قوية فهو يملك تصميم رائع يملك شاشة ممتازة يملك معارش قوي كاميرات أفضل من الجيل السابق بطارية كبيرة وقدرة شحن ممتازة يبقى الصوت أعتقد مش رح يديك تجربة ممتازة كما أنه في أفضل منه في فئة سرية خصوصا من ناحية السوق مع أن الهاتف ممتاز لكن في أفضل منه صراحة كخيار وهو الريلمي 10 برو بلاس يبقى السؤال لكم الخوا وش رأيكم في هذا الهاتف سعر تعو وهل يستحق أم لا أعطونا رأيكم في التعليقات كان هذا كل ما لدينا حول هاتف الريلمي 11 في الأخير لايك للفيديو وإذا كنت شاهد فينا لأول مرة اشترك الآن وفعل الجرس فهو مهم جدا باش الإشعارات تصلك أول بود دمتم الخوا في رعاية الله وحفظ